بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثامنة التقويم كأحد عناصر المنهج المدرسي نتناول في هذه الوحدة الموضوعات التالية أولا مفهوم التقويم ثانيا الفرق بين التقويم والقياس ثالثا أهمية التقويم ورابعا أسس التقويم الجيد خامسا أساليب التقويم وتتضمن ما يليم أساليب تقويم المجال المعرفي أساليب تقويم المجال المهاري أساليب تقويم المجال الوجداني أو الانفعالي وأخيرا ملفات المتعلمين المتراكمة نبدأ أولا بمفهوم التقويم التقويم في اللغة مصدر من الفعل قوما قوما معوج أي عدله وأزال عوجه فيقال قوما الشيء تقويما أي عدل مصاره للجهة المرغوب فيها أما مفهوم التقويم إصطلاحا فهناك تعريفات كثيرة نذكر منها التقويم يقصد به الوسيلة الأساسية التي يمكن بواسطتها التعرف على مدى نجاحنا في تحقيق الأهداف التربوية وكذلك الكشف عن مواطن الضعف ومواطن القوة في العملية التعليمية بهدف تحسنها بما يحقق الأهداف المرجوة كما يعرف التقويم بأنه العملية التي يقوم بها الفرض أو الجماعة لمعرفة مدى النجاح أو الفشل في تحقيق الأهداف العامة التي يتضمنها المنهج المدرسي وكذلك نقاط القوة والضعف به حتى يمكن تحقيق الأهداف المنشودة لأحسن صورة ممكنة فالتقويم إذن عملية لا تنحصر في أنها تشخيص للواقع بل إن التقويم تشخيص وعلاج فهو عنصر أساسي من عناصر المنهج المدرسي كما أنه هو العملية التي نحكم به على مدى نجاحنا في تحقيق الأهداف المرجوة في المنهج المدرسي وإذا كان التقويم أحد عناصر المنهج فهو ليس عملية ختامية تأتي في نهاية تنفيذ المنهج ولكنه عملية مستمرة تصاحب تخطيط المنهج وكذلك تنفيذه ومتابعته